كتاب الشهادات أصل الشهادات الحضور قال عليه السلام الغنيمة لمن شاهد الوقعة أي حضرها ويقال فلان شاهد الحرب وشاهد قضية كذا إذا حضرها وقال إذن علموا أني شاهدت وغابوا أي حضرت ولم يحضروا وشاهدوا الذي حضرته الوفاة في الغزو حتى لو مضى عليه وقت صلاة وهو حي لا يسمى شهيدا لأن الوفاة لم تحضره في الغزو وفي الشرع الإخبار عن أمر حضره الشهود وشاهدوه إما معينة كالأفعال نحو القتل والزنا أو سماعا كالعقود والإقرارات فلا يجوز له أن يشهد إلا بما حضره وعلمه عيانا أو سماعا ولهذا لا يجوز له أداء الشهادة حتى يذكر الحادثة قال عليه السلام إذا علمت مثل الشمس فاشهد وإلا فدع وهي حجة مظهرة للحق مشروعة قال تعالى وأشهد شهيدين من رجالكم وقال وأشهد ذوي عدل منكم وقال عليه السلام شاهدك أو يمينه ليس لك إلا ذلك وقال عليه السلام البيينة على المدعي والبيينة الشهادة بالإجمعي ولأن فيها إحياء حقوق الناس وصون العقود عن التجاحد وحفظ الأموال على أربابها قال عليه السلام أكرموا شهودكم فإن الله تعالى يستخرج بهم الحقوق قال من تعين للتحمل لا يسعه أن يمتنع إذا طلب لما فيه تضيع الحقوق وإن لم يتعين فهو مخير ولا بأس بالتحرز عن التحمل فإذا تحملها وطلب لأدائها يفترض عليه لقوله تعالى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعه وقال تعالى ومن يكتمها فإنه آثم قلبه ولأنه إضاعة لحقوق الناس فيحرم الانتناع إلا أن يقوم الحق بغيره بأن يكون في الصك سواه من يقوم الحق به فيجوز له الانتناع لأن الحق لا يضيع بانتناعه ولأنها فرض كفاية ولابد من طلب المدعي لأنها حقه قال وهو مخير في الحدود بين الشهادة والستر لأن إقامة الحدود حسبة والستر على المسلم حسبة والستر أفضل قال عليه السلام من ستر على مسلم ستر الله عليه في الدنيا والآخرة وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم لقن مع ذن الرجوع وسأله عن حاله سترا عليه لألا يرجم ويشتهر وكفى به قدوة وكذا نقل عن الخلافاء الراشدين قال ويقول في السرقة أخذ المال إحياء لحق المسروق منه ولا يقول سرق إقامة لحسبة الستر قال ولا يقبل في الزنا إلا شهادة أربعة من الرجل لقوله تعالى ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم وقوله فاستشهدوا عليهن أربعة وقال عليه السلام للذي قاذف زوجته ائتني بأربعة يشهدون وإلا فضرب في ظهرك قال وباقي الحدود والقصاص شهادة رجلين قال تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم وقال تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم وقال عليه السلام شاهداك أو يمينه ولا تقبلوا شهادة النساء في الحدود والقصاص قال زهري مضت السنة من لدى الرسول الله صلى الله عليه وسلم والخليفتين بعده ألا تقبل شهادة النساء في الحدود والقصاص قال وما سواهما من الحقوق تقبلوا فيها شهادة رجلين أو رجل ومرأتين قال تعالى فإن لم يكون رجلين فرجل ومرأتان وأنه مذكور في سياق المداينات والأجل فتقبلوا فيهما وعن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز شهادة النساء في النكاح ولأنها من أهل الشهادة بالآية فتقبلوا شهادتها لوجود المشاهدة والحفظ والأداء كالرجل وزيادة النسيان إن جبر بزيادة العدد وإليه الإشارة بقوله تعالى فتذكر إحداهما الأخرى بقي شبهة البدلية فلهذا قلنا لا تقبلوا في الحدود والقصاص وغيرها من الأحكام يثبت مع الشبهة قال وتقبل شهادة النساء وحدهن فيما لا يطلع عليه الرجال كالولادة والبكارة وعيوب النساء قال عليه السلام شهادة النساء جائزة فيما لا يطلع عليه الرجال ولأنه لا بد من ثبوت هذه الأحكام ولا يمكن الرجال للطلاع عليها وإنما يطلع عليها النساء على الانفراد فوجب قبول شهادتهن على الانفراد تحصيلاً للمصلحة وتقبل شهادة مرأة واحدة لما روي أنه عليه الصلاة والسلام قبل شهادة مرأة واحدة في اليولادة ولأن ما يقبل فيه قول النساء على الانفراد لا يعتبر فيه العدد كرواية الأخبار والثنتان أحواط والثلاث أحب إلي وبالأربع يخرج عن الخلاف وأحكام الشهادة في الولادة تعرف في الطلاق إن شاء الله تعالى وأما البكارة فإن العنين يؤجل سنة ويفرق بينهما بعدها إذا قلنا إنها بكر وهل يشترط في ذلك لفظة الشهادة لا يشترط عند مشايخ العراق ويشترط عند مشايخ قرسان لأنها توجب حقا على الغير فكانت شهادة قال وتقبل شهادتهن في استهلال الصبي في حق الصلاة دون الإرث أما الصلاة فبالإجمع لأنها من أمور الدين وأما الإرث فمذهبهم وقال تقبل أيضا لأن الاستهلال صوت يكون عاقيب الولادة وتلك حالة لا يحضرها الرجال فدعت الضرورة إلى قبول شهادتهن لما مر ولأبي حنيفة أن ذلك مما يطالع عليه الرجال لأنه يحل لهم سماع صوته فلا ضرورة في حق ثبوت النسب والمهر وكذا لا تقبل في الرضاء شهادة النساء منفردات لأن الحرمة متى ثبتت ترتب عليها ذوال ملك النكاح وإبطال الملك لا يثبت إلا بشهادة الرجال ولأنه مما يمكن اطلاع الرجال عليه فلا ضرورة قال ولا بد من العدالة ولفض الشهادة والحرية والإسلام أما العدالة فلقوله تعالى وأشهد ذوي عدل منكم وقال تعالى ممن ترضون من الشهداء والفاسق ليس بمرضي ولأن الحاكم يحكم بقول الشاهد وينفذه في حق الغير فيجب أن يكون قوله يغلب على ظن الحاكم الصدق ولا يكون ذلك إلا بالعدالة إلا أن القاضي إذا قضى بشهادة الفاسق ينفذ عندنا وأما لفظ الشهادة فلقوله تعالى واستشهدوا وإنه صريح في طلب الشهادة فيجب عليه الاتيان بلفظها ولأن الشهادة من ألفاظ اليمين على ما يأتيك في الأيمان فيكون الامتناع عنها على تقدير الكاذب أكثر ولأن القياس ينفي قبول قول الإنسان على الغير لما فيه من إلزامه إلا أن قابلناه في موضع ورد الشرع وأنه ورد مقرونا بالشهادة وأما الحرية فلأن الشهادة من باب الولاية ولا ولاية للعبد على نفسه فكيف على غيره وأما الإسلام فلقوله تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ويقتصر في المسلم على ظاهر عدالته إلا في الحدود والقصاص فإن طعن الخصم فيه سأل عنه وقال يسأل عنهم في جميع الحقوق سرا وعلانية وعليه الفتوى وجه قول أبي حنيفة قوله عليه السلام المسلمون عدل بعضهم على بعض إلا محدودا في قذف وفي كتاب عمر رضي الله عنه المسلمون عدل بعضهم على بعض إلا محدودا حقا أو مجربا عليه شهادة زور أو غنينا في ولاء أو قرابة ولأن العدالة هي الأصل لأنه ولد غير فاسق والفسق أمر طارئ مضنون فلا يجوز ترك الأصل بالظن ولا يلذب الحدود والقصاص لأنه كما أن الأصل في الشهادة العدالة كذلك الأصل في المشهود عليه العدالة والشاهد وصفه بالزنى والقتل فتقابل الأصلان فرجحنا بالعدالة الباطنة ولأن الحدود مبنىها على الإسقاط فيسأل عنه محتيالا للدرء ولهما أن الحاكم يجب أن يحطاط في حكمه صيانة له عن النقض وذلك بسؤال السر والعلانية ولو اكتفى بالسر جازا قال أبو بكر الرازي لا خلاف بينهم في الحقيقة فإن أبا حنيفة أفتى في زمان كانت العدالة ظاهرة والنبي صلى الله عليه وسلم عدل أهله فقال خير القرون قرن الذي أنا فيهم ثم الذي يلونهم ثم الذي يلونهم ثم يفش الكذب فاكتفى بتعديل النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمانهما فشى الكذب فاحتاج إلى السؤال ولو كان في زمانهما سأل ولو كان في زمانهما لسأل فلهذا قلنا الفتوى على قولهما ولقد تفحصت كثيرا من كتب أبي بكر الرازي فما رأيته رجح على قول أبي حنيفة قول غيره إلا في هذه المسألة وإنما رجح قولهما لما رأى من فساد أهل الزمان وقلة مبالاتهم بالأمور الدينية وكان يقول ينبغي للحاكم أن ينقب عن أحوال شهود في كل ستة أشهر لأنه قد يطرع على الشاهد في هذه المدة ما يخرجه عن أهلية الشهادة قال ولابد أن يكون المزكي هو عدل جائز الشهادة لأن العبد عدل غير جائز الشهادة وقيل يكتفى بقوله هو عدل لأن الأصل هو الحرية تبع للدار وإن لم يكن عدلا عنده قال الله أعلم بحاله وقد كانوا يكتفون بتزكية العلانية ثم انضم إليهم تزكية السر في زماننا لاختلاف الزمان ثم قيل يكتفى بتزكية السر تحرزا عن الفتنة قال محمد تزكية العلانية بلاء وفتنة ثم لا بد في تزكية العلانية أن يجمع بين المزكي والشاهد لتنتفي شبهة تعديل غيره وتزكية السر أن يبعث رقعة مختمة إلى المزكي فيها اسم الشاهد ونسبه وحليته ومصلاه ويردها المزكي كذلك سرا وينبغي للقاضي أن يختار للمسألة عن الشهود أوثق الناس وأورعهم ديانة وأعظمهم أمانة وأكثرهم بالناس خبرة وأعلمهم بالتمييز غير معروفين بين الناس لألا يقصدوا بسوء أو يخدعوا وينبغي للمزكي أن يسأل عن أحوال الشهود ويتعرفها من جيرانهم وأهل سوقهم فإن ظهرت عدالته عنده كتب ذلك في آخر الرقعة هو عدل عندي جائز الشهادة وإلا كتب إنه غير عدل وختم الرقعة وردها فيقول القاضي للمدعي زد في شهودك ولا يقول جرحه ويقبل في تزكية الثر قول الولد والوالدي وكل ذي رحم والعبد والأعمى والمحدود في القذف لأنه أخبار خلافا لمحمد فإنها شهادة عنده بخلاف تزكية العلانية فإنها شهادة بالإجماع والشهود الكفار يعدلهم المسلمون فإن لم يعرفهم المسلمون يسأل المسلمين عن عدول المشركين ثم يسأل أولئك عن الشهود قال ولا تقبل تزكية المدعى عليه ومعناه أن يقول هم عدول إلا أنهم أخطأوا أو نسوا أما لو قال صدقوا أو هم عدول صدقهم فقد اعترف بالحق فيقضى بإقراره لا بالبينة لأن البينة عند الجحود وقيل يجوز تعديله ووجه الظاهر أن المدعي وشهود يزعمونه كاذبا في إنكاره مبطلا في جحوده فلا يصلح مذكيا قال وتكفي تزكية الواحد وعن محمد اثنين وهو أولى وكذا المترجم ورسول القاضي إلى المذكين لمحمد أن حكم القاضي مبني على العدالة وذلك بالتزكية فيشترط الاثنان كشهادة ويشترط عنده ذكورة المذكي في الحدود والأربعة في شهود الزنا لما بينا ولهما أنها ليست في معنى الشهادة حتى لا يشترط فيها لفظة الشهادة ومجلس الحكم واشترط العدد في الشهادة أمر تعبدي فلا يتعداها فصل ويجوز أن يشهد بكل ما سمعه أو أبصره من الحقوق والعقود وإن لم يشهد عليه لأنه علم الموجب وتيقنهم قال عليه السلام إن علمت مثل الشمس فاشهد ويقول أشهد بكذا لأنه علمه ولا يقول أشهدني فإنه كذب قال إلا الشهادة على الشهادة فإنه لا يجوز أن يشهد على شهادة غيره ما لم يشهده لأن الشهادة ليست موجبة إلا بالنقل إلى مجلس الحكم ولا يكون ذلك إلا بالتحميل ولو سمعه يشهد غيره على شهادته لا يساعه أن يشهد لأنه محمله وتجوز شهادة المختبئ وهو أن يقر الرجل بحق والشهود مختبئون في بيت يسمعون إقراره فإنه يحل لهم الشهادة إذا كانوا يرون وجهه ويعرفونه وإذا لم يروه لا يحل لهم إلا إذا علموا أن ليس في البيت غيره فيحل لهم وكذا إذا سمعوا صوت امرأة من وراء حجاب قال ولا يجوز أن يشهد بما لم يعاينه إلا النسب والموت والدخول والنكاح وولاية القاضي وأصل الوقف والقياس ألا يجوز لأن الشهادة من المشاهدة وهي المعاينة ولم توجد وجه الاستحسان أن هذه الأشياء تباشر بحضور جماعة مختصين وتتعلق بها أحكام مستمرة فأقيمت الشهرات والاستفادة مقام العيان والمشاهدة كي لا تتعطل هذه الأحكام وعلى هذا الناس من الصدر الأول إلى يومنا هذا ألا ترى بأن نشهد أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وكذا سائر زوجاته وفاطمة زوجة علي رضي الله عنهما وغير ذلك ونشهد بنسب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ونشهد بقضاء شريح وابن أبي ليلى وأبي يوسف ونشهد بموت الخلفاء الراشدين وغيرهم والشهرة إنما تكون إما بالتواتر أو بإخبار من يثق به حتى لو أخبره واحد يثق به جازا واشترط بعضهم رجلين أو رجلا ومرأتين وقيل يكتفى في الموت بشهادة الواحد لأنه قل ما يحضره غير الواحد وإذا رأى رجلا يجلس للقضاء ويدخل عليه الخصوم حل له الشهادة بولايته وكذا إذا رأى رجلا ومرأة يسكنان في بيت واحد ويتعاشرني معاشرة الأزواج حل له الشهادة بالنكاح بينهما كما إذا رأى عينا في يد رجل وأما الوقف فالصحيح ما ذكرنا أنه يجوز على أصله دون شرطه لأن الأصل هو الذي يشتهر فلو لم تجوز الشهادة عليه أدى إلى استهلاك الأوقاف القديمة وكذلك الولاء عند أبي يوسف كما في النسب قال عليه السلام الولاء لحمة كلحمة النسب ولأن نشهد أن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلالا مولى أبي بكر رضي الله عنه إلى غير ذلك ولا يجوز عند أبي حنيفة ومحمد لأن الخبر لا يشتهر لأنهم أبني على الإعتاق وذلك يكون بحضرة من لا يشتهر غالبا وصار كالعتاق والطلاق والمراد بالحديث أنه مثله لا يباع ولا يوهب وينبغي للشاهد أن يطلق الشهادات عند القاضي حتى لو فسرها وقال إنه شهد بالتسامع لا يقبلها وكذلك في الشهادة باليد لا يفسرها قال ويجوز أن يشهد على الملك المطلق فيما سوى العبد والأمته لأن اليد دليل الملك وهي المرجع في الأسباب كالبيع والهبة والواصية والإرث وغيرها واشترى طائب يوسف أن يقع في قلبه أنه له ويجوز أن يكون تفسيرا للأولي واشترت الخصاف التصرف مع اليد فإن اليد تتنوع قلنا والتصرف أيضا يتنوع إلى أمانة وملك وإنما يحل له ذلك إذا عاين الملك والمالك أو عاين الملك وحده وعرف المالك بالاشتهار بنسبه أما إذا عاين المالك وحده لا يحل له وهذا بخلاف العبد والأمته لأن الحر يستخدم كما يستخدم العبد كالأجير الخاص ونحوه فلا تكون اليد دليلا حتى يعلم أنه رقيق فيجوز أن يشهد أنه له باليد لأن الرقيق لا يكون في يد نفسه وكذلك إن كان صغيرين لا يعبران عن أنفسهما يجوز أن يشهد وإن لم يعرف رقهما لأنه لا يدى لهما بخلاف الكبيرين قال وإذا رأى الشاهد خطه لا يشهد ما لم يذكر الحادثة وهكذا القاضي والروي لأن الخط يشبه الخطة فلا يحصل العلم قالوا وهذا عند أبي حنيفة وقيل هو إجمع وإنما الخلاف إذا وجد القاضي القضية في ديوانه تحت ختمه وكذا إذا رأى الشاهد رقم شهادته عنده تحت ختمه وكذلك الروي فيجوز عندهما وإن لم يذكر الحادثة لوقوع الأمن من الزيادة والنقصان أما ما كان في الصك بيد الخصم وليس عنده نسخته لا يجوز لمبينا وعند أبي حنيفة لا يجوز ما لم يذكر الحادثة قال عليه السلام إذا علمت مثل الشمس فاشهد وإلا فدع ولا علم مع النسيان وشرط حل الرواية عنده أن يحفظ من حين السمع إلى أن يروي ولهذا قلت رواية أبي حنيفة رضي الله عنه وكذا إذا ذكر المجلس الذي كان فيه الحادثة أو أخبره بها من يثق به لا يحل له ما لم يذكرها قال وشاهد الزور يشخر ولا يعذر وقال يوجعه ضربا ويحبسه لما روي أن عمر رضي الله عنه ضرب شاهد الزور أربعين سوطا وسخم وجهه ولأنها يضرر بالناس وليس فيها حد فيعذرهم ولأبي حنيفة أن الزجر يحصل بالتشير والضرب وإن كان أزجر لكنه يمنع من الرجوع وفعل عمر كان سياسة ولهذا بلغ الأربعين وسخم وتشير أن يبعثه القاضي إلى أهله أو سوره أجمع ما يكونون ويقول القاضي يقرئكم السلام ويقول إن وجدنا هذا شاهد زور فاحذروه وحذروا الناس منقول ذلك عن شريح وعنهما أنه يفعل ذلك مع الضرب قال وتعتبر موافقة الشهادة الدعوة لأن الشهادة لا تقبل إلا بعد الدعوة وإن لم توافقها فقد انعدمت ويعتبر اتفاق الشاهدين في اللخظ والمعنى فلو شهد أحدهما بألف والآخر بألفين لم تقبل وقال تقبل على الألف إذا ادعى المدعي ألفين لأنهما اتفقا على الألف وتفرد أحدهما بزيادة فيثبت ما اتفقا عليه كما إذا شهد أحدهما بألف والآخر بألف وخمسمائة فإنه يقضي بالألف كذا هذا وعلى هذا الطلقة والطلقتين ولأبي حنيفة أنه وجد الاختلاف لفظا وأنه دليل الاختلاف معنا لأن معنى الألف غير معنى الألفين وهما جملتان متغايرتان حصل على كل واحدة شاهد واحد فلا تقبل كاختلاف الجنسين بخلاف ما ذكر لأنهما اتفقا على الألف لفظا ومعنا لأنه عطف الخمسمائة على الألف والعطف يقرر المعطوف عليه ومثله الطلقة والطلقة والنصف بخلاف العشرة والخمسة عشر لأنه ليس بعطفه فهو نظير الألف والألفين والعشرون والخمس والعشرون نظير الألف والألف والخمسمائة ولو كان المدعي الدع الأقل لا تقبل الشهادات في المسائل كلها لأنه يكذب أحد شاهده ولو قال كان حق ألفا وخمسمائة فقبط خمسمائة أو أبرأته عنها قبل للتوفيق وإن شهد بألف قال أحدهم قضاه منها خمسمائة قضي بالألف لاتفاقهما عليها ولا يثبت القضاء لأنها شهدت واحد فلو شهد آخر ثبتت وينبغي لشاهد إذا عرب ذلك ألا يشهد بالألف حتى يعترف المدعي بالقبض ليظهر الحق ولا يعين على الظلم قال ولو الشهد على سرقة بقرة واختلف في لونها قطع وإن اختلف في الأنوفات والذكورة لم يقطع وقال لا يقطع فيهما لأن المشهود به مختلف ولم يقم على كل واحد شاهدان وصار كالمسألة الثانية وله أن اجتبال البقرة على اللونين جائز فشهد كل واحد على ما رأى في جانبه وهي حالة اشتباه لأن السرقة تكون دليلا والعمل بالبينة واجب ما أمكان فقبل بخلاف الذكورة والأنوثة لأنهما لا يجتمعان في بقرة فكان متغيرين قال شهد بقتل زيد يوم النحر بمكة وآخران بقتله يوم النحر بالكوفة ردة لأن إحداهما كاذبة بيقين ولا يدرى وليست إحداهما أولى من الأخرى بالرد ولا بالقبول فيردان فإن سبقت إحداهما وقضي بها بطلة الأخرى لأن الأولى ترجحت بالقضاء فلا تنقض بما هو دونها فصل كل من ردت شهادته للرق أو الكفر أو للصبع ثم زالت هذه الموانع فعدها قبلت ولو ردت لفسق أو زوجية أو العبد لمولاه أو المولى لعبده ثم زالت فأداها لم تقبل والفرق أن الأولى ليست بشهادة لعدم الأهلية فلم يكن الرد تكذيبا شرعا والثانية شهادة لقيام الأهلية فكان تكذيبا فلا تقبل أبدا ولو تحملها العبد لمولاه أو أحد الزوجين للآخر فأداها بعد العدق والبينونة قبلت وكذا إن تحملها وهو عبد أو كافر أو صبي فأداها بعد زوال هذه العوارض قبلت لأن المعتبر حالة الأداء لما ياتي ولا مانع حالة إذن ولا تقبل شهادة الأعمى وقال الزفر تقبل فيما يجري فيه التسامع لأنه يسمعه وقال أبو يوسف إن كان بصيرا وقت التحمل تقبل لوجود العلم بالنظر وعند الأداء يحتاج إلى القول وهو قادر عليه ويعرفه بالنسبة كما في الميت ولنا أنه لا يقدر على التمييز بين الأشخاص ولا على الإشارة والنسبة لتعريف الغائب دون الحاضر ولو عمي بعد الأداء قبل القضاء لا يقضى بها عندهما لأن أهلية الشهادة شرط وقت القضاء ليصير حجة كما إذا جن أو فسق بقلاف الموت فإنه منتهي الأهلية والغيبة لا تفوت بها الأهلية ولا تقبل شهادة الأخرس لأن شهادة بالنطق وهو عاجز عنهم قال ولا المحدود في قذف وإنتابة لقوله تعالى ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا ولأنه من تمام الحد لأنه مانع فيبقى بعد التوبة أما المحدود في غير القذف فالرد ليس بنا الحد وإنما هو للفسق وقد ارتفع بالتوبة والاستثناء في الآية منقطع أو هو مصوف إلى الأقرب وهو الفسق ولو حد الكافر في قذف ثم أسلم قبلت شهادته لأنه بالإسلام حدثت له شهادة أخرى غير التي كانت قبله فلا يكون الحد في إسقاط الأولى إسقاطا في الثانية لأنها لم تكن موجودة قال وَلَا تُقْبَلُوا الشَّهَادَةُ لِلْوَلَدِ وَإِنْ سَفَلَهُ وَلَا لِلْوَالِدِ وَإِنْ عَلَى لقوله عليه السلام لا تجوز شهادة الوالد لولده ولا الولد لوالده ولا المرأة لزوجها ولا الزوج لمرأته ولا العبد لسيده ولا السيد لعبده ولا الشريك لشريكه ولا الأجير لمن استأجره روي ذلك بأحاديث مختلفة بهذه الألفاظ ولأن المنافع بينهم متصلة حتى لا يجوز دفع الزكاة إليهم فيكون شهادة لنفسه من وجه ومحرمية الرضاء لا تمنع قبول الشهادة لأنه لا جزئية بينهما فانتفت التهمة وتقبل شهادة القرابات كالأخ والعم والخال وما سوى قرابة الولاد لعدم ما ذكرنا قال ولا لعبده لما روينا ولأن العبد لا يملك فتقع الشهادة لنفسه ولا لمكاتبه لأن أكسابه له من وجه والعبد المديون كالمكاتب قال ولا للزوج والزوجة لما روينا ولأن المنافع بينهما متصلة عادة فتقع لنفسه من وجه ولا أحد الشريكين للآخر فيما هو من شركتهما لما روينا ولأنه نفع لنفسه ولا شهادة الآجر الخاص لما روينا ولأنه يستحق الأجرة في مدة أداء الشهادة فصار كالمستأجر لأداء الشهادة قال ولا تقبلوا شهادة مخنث ولا نائحة ولا من يغني للناس لأن ذلك فسق لأنه عليه السلام نهى عن صوتين أحمقين النائحة والمغنية والمراد المخنث الذي يفعل الأفعال الرديئة وأنه معصية قال عليه السلام لعن الله المخنثات من الرجال والمذكرات من النساء أما الليين الكلام وشرط بعضهم الإدمان عن الكذب وكذا من يمشي في السوق وكذا المناهدة مع الابن في السفر لما قلنا قال ولا من يظهر سب السلف لفصقه بخلاف من يكتمهم ولا الشاتم للناس والجيران قال أبو يوسف لا أجيز شهادة من شتم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن ذلك فعل الأسقاط وأوضاع الناس وأقبل شهادة الذين تبرؤوا منهم لأنه يفعل ذلك تدينا وإن كان باطلا ولا شهادة العدو إن كانت العداوة بسبب الدنيا لأنه لا يؤمن عليه الكذب وتقبل إن كانت بسبب الدين لأنه لا يكذب لدينه كأهل الأهواء ولا تقبل شهادة تارك الجمع والجماعات مجانة واشترط بعضهم لذلك ترك الجمعة ثلاث مرات وقال الخصاف مرة وإن تركها لعذر مرض أو بعد من المصر أو بتأويل بأن كان يفسق الإمام لا ترد شهادته ولا تقبل شهادة من يجلس مجلس الفجور قال محمد العدل الذي لم يظهر ربط وقال مصر أخر الزكاة والحج إن كان صالحا قبلت شهادته لأنهما لا وقت لهما وما كان له وقت كالصوم والصلاة ترد شهادته بالتأخير وقال أبو يوسف أقبل شهادة الشاعر ما لم يقذف في شعره المحصنات وقال العدل هو الذي غلبت حسناته على سيئاته ولا يمكن اشتراف السلامة عن كل مأثم قال الله تعالى ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من داب وهذا يدل على أن العبد قلبا يسلم عن ذلك ولا تقبل شهادة النخاسين والدلالين لأنهم يكذبون وتقبل شهادة أهل جميع الصناع كلها إذا كانوا عدولا إلا إذا كان يجري بينهم الحلف والأيمن الفجرة ومن يجن ويافيق فشهادة جائزة حال إفاقته وتقبل شهادة أهل الأهواء إلى الخطابية وهم قوم من الرافضة يستجيزون الشهادة لكل من يحلف عندهم لأنهم يرون حرمة الكذب وقيل يرون الشهادة لشيعتهم واجبة ولا تقبل شهادة المجسمة لأنهم كفر ومن لا يكفر من أهل الأهواء تقبل شهادتهم ألا ترى أن الصحابة اختلفوا واقتتلوا وشهادة بعضهم على بعض كانت مقبولة وليس ما بين أهل الأهواء من الاختلاف أكثر ما كان بينهم من القتال بخلاف الفاسق عملا لأنه ارتكب محظور دينه فيرتكب الكذبة وهذا يعتقد ما يفعله حقا يدين به الله تعالى فيمتنع عن الكذب قال وتقبل شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض لأن الشهادة من باب الولاية وهم من أهل الولاية بعضهم على بعض ولهذا قلنا لا تقبل شهادتهم على المسلم لعدم ولايتهم عليه وفسقه من حيث الاعتقاد فلا يمنع قبول شهادته ولهذا قلنا لا تقبل شهادتهم على المسلم لعدم ولايتهم عليه وفسقه من حيث الاعتقاد فلا يمنع قبول شهادتي لأنه يجتنب محرم دينه والكذب محرم في جميع الأديان وعن يحيى بن أكثم قال اجتمعت أقاويل السلف على قبول شهادة النصارى بعضهم على بعض فلم أجد أحدا رد شهادتهم غير ربيعة بن عبد الرحمن فإني وجدت عنه روايتين والنبي صلى الله عليه وسلم رجم يهوديين بشهادة اليهود وميل لهم وإن اختلفت فهم متفقون في الكفر بالله وتكذيب النبي عليه السلام وتجمعهم دار واحدة بخلاف عدم قبول شهادة الرومي على الهند وبالعكس لانقطاع الولايات باختلاف الدارين وبخلاف المرتدي فإنه لا ولاية له على أحد ولا تقبل شهادة المستأمن على الذمي لعدم الولاية وتقبل شهادة الذمي عليه لأن ولايته ثابتة في دارنا على نفسه وعلاده الصغار فتكون ثابتة في جنسه قال وتقبل شهادة الأقلف لأن ترك السنة لا يوجب الفصق إلا إذا تركه رغبة عن السنة ولو تركه بعدما كبر لا يفسق لأنه تركه صيانة لمهجته لا رغبة عن السنة قال والخصي لأنه قطع عضو منه فصارك غيره من العضاي وعمر رضي الله عنه قبل شهادة علقبة الخصي قال والخنثى لأنه إما رجل أو امرأة قال وولد الزنة بأن فصق الأبوين لا يوجب فصقه ككفرهما وإسلامه إذ الكلام في العدل قال والمعتبر حال الشاهد وقت الأداء لا وقت التحمل لأن العمل بها والإلذام حالة الأداء فتعتبر الأهلية والولاية عنده قال وإذا كانت الحسنة أكثر من السيئات قبلت الشهادة لما مر ولابد من اجتناب الكبائر أجمع غير مصر على الصغائر ويكون صلاحه أكثر من فساده معتادا الصدق مجتنبا الكذب يخاف هتكى الستر صحيح المعاملة في دينار والدرهم معديا للأمانة قليلا له والهذيان قال عمر رضي الله عنه لا يغر أنكم طنطنة الرجل في صلاته انظروا إلى حاله عند درهمه وديناره أما الإلمام بمعصية لا يمنع قبول شهادته لما في اعتبار ذلك من ثد باب الشهادة فصل اعلم أن الجرح مقدم على التعدل لأن الجارح اعتمد دليلا وهو العيان لارتكابه محظور دينه والمعدل شاهد بالظاهر ولم يعتمد على دليل ولو عدله واحد وجرحه آخر فالجرح أولى فإن عدله آخر فالتعديل أولى لأنه حجة كاملة ولو عدله جماعة وجرحه اثنان فالجرح أولى لاستوائهما في الثبوت لأن زيادة العدد لا توجب الترجيحة ولا يسمع القاضي الشهادة على الجرح قصدا ولا يحكم بها لأن الحكم للإلذام وأنه يرتفع بالتوبة ولأن فيه هذكا والستر واجب ولو شاهدوا على إقرار المدعي بذلك سمعها لأن الإقرار يدخل تحت الحكم ويظهر أثاره في حق المدعي ولو أقام المدعى عليه بينة أن المدعي يثتأجر الشهود لأداء الشهادة لا تقبله لأنها على الجرح خاصة إذ لا خصم في إثبات الإجارة حتى لو قال استأجرهم بدراهم ودفعها إليهم من مال الذي في يده قبلت لأنه خصم ثم يثبت الجرح بناء عليه وكذلك لو قال صالحتهم على مال دفعته إليهم لألا يشهدوا بهذا الباطل وطالبهم برد ذلك المال وأقام البيينة على ذلك لما قلنا ولو قال لم أسلم المال إليهم لم تقبل ولو أقام البيينة أن شاهد عبد أو محدود في قذف أو شارب خمر أو سارق أو شريك مدعي أو أجيره ونحو ذلك قبلت لأن ذلك مما يدخل تحت الحكم لأنه يتضمن حق الشرع وهو الحدود أو حق العبد قال الخصف وأسباب الجرح كثيرة منها الركوب في البحر والتجارة إلى أرض الكفار وفي قرى فارس وأشباهه لأنه خاطر بديمه ونفسه حيث سكن دار الحرب وكثر سوادهم لينال بذلك مالا فلا يؤمن من أن يكذب بأخذ المال وقرى فارس يطعمونهم الربا وهم يعلمون تجوز الشهادة على الشهادة فيما لا يسقوط بالشوهة والأصل في جوازها إجماع الأمة على ذلك واحتياج الناس إلى إحياء الحقوق بذلك لأنه قد يعجز عن الأداء مرض أو موت أو سفر فلولا ذلك لبطلت حقوق الناس وتجوز الشهادة على الشهادة وإن بعد للحاجة على ما بينا وعن علي رضي الله عنه أنه تقبل في الشهادة على الشهادة شهادة رجلين أو رجل ومرأتين لأنه نقل خبر يثبت به حق المدعي فيجوز كالشهادة على الإقرار وإنما لم تجوز في الحدود والقصاص لأن مبنىها على الإسقاط والدرء وذلك احتيال للثبوت لأن فيها شبهة لزيادة احتمال الكذب أو للبدلية والحدود تسقط بالشبهات وتقبل على استيفاء الحدود لأن الاستيفاء لا يسقط بالشبهات وما يجب التعذير عند أبي حنيفة أنه لا تقبل كثائر العقوبات وعن أبي يوسف أنه يقبل لأن التعذير لا يسقط بالشبهات لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم حبس رجلا بالتهمة والحبس تعذير قال ولا تجوز شهادة واحد على شهادة واحد لأنه حق فلابد من النصاب وعن علي رضي الله عنه لا تجوز على شهادة رجل إلا شهادة رجلين قال ويجوز شهادة رجلين على شهادة رجلين لما روينا من حديث علي رضي الله عنه أولا ولأن شهادة كل أصل حق فصار كما إذا شاهد بحقين وصفة الإشهاد أن يقول الأصلي اشهد على شهادتي أني أشهد أن فلانا أقر عندي بكذا لأن الفرع ينقل شهادة الأصل فلابد من التحميل لما بينا فيشهد كما يشهد عند القاضي لينقلها إليه قال ويقول الفرعي عند الأداء أشهد أن فلانا أشهدني على شهادته أن فلانا أقر عنده بكذا وقال لي اشهد على شهادتي بذلك لأنه لا بد من ذكر شهادتي وذكر شهادة الأصل والتحمل وذلك بما ذكرنا وذكر الخصاف أنه يحتاج إلى أن يأتي بلوض الشهادة ثمان مرات وهو أن يقول أشهد أن فلانا أشهدني على شهادته وهو يشهد أن فلانا أقر عنده بكذا وأشهده على إقراره وقال لي اشهد على شهادتي وأنا أشهد بذلك ومن أصحابنا من اكتفى بخمس وهو ما ذكرنا أولا ومنهم من قال أربع وهو أن يقول أشهد أن فلانا أشهدني وقال لي اشهد على شهادتي ومنهم من قال ثلاث مرات وهو أقل ما قيل فيه وهو أن يقول أشهد أن فلانا قال لي اشهد على شهادتي أو أشهد أن فلانا أشهدني على شهادتي والأحسن ما ذكر في الكتاب والأحواط ما ذكره الخصاف لأن فيه تحرزا عن اختلاف كثير بين العلماء يصغر كتابنا عن استيعابه قال ولا تقبل شهادة شهود الفرع إلا إذا تعذر حضور الأصول مجلس الحكم وقال أبو يوسف تقبل لأنهم بمنزلة المرأتين مع الرجل الثاني نظرا إلى قوله تعالى فإن لم يكونا رجلين فرجل ومرأتان واجمعنا على جواز شهادة المرأتين مع وجود الرجل الثاني فكذلك هذا وجه الظاهر أن الأصل عدم الجواز وإنما جوزناها لما ذكرنا من الحاجة ولا حاجة مع حضرة الأصول ولأن الفروع إبدال ولا حكم للبدل مع وجود الأصل كما في النظائر وشهادة المرأتين ليست بدلية لأن الآية خطاب للحكام فكأنه قال لهم فاطلبوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكن وجاء رجل ومرأتان ترضونهم فاقبلوا شهادتهم والعذر موت أو مرض أو سفر لأن الحاجة عند تعذر شهادة الأصول وذلك فيما ذكرنا وأما الموت فظاهر وأما المرض فالمراد به مرض لا يستطيع معه حضور مجلس القضاء وأما السفر فمقدر بمدة السفر لأن بعد المسافة عذر والشر قد اعتبر ذلك في المدة حتى رتب عليها كثيرا من الأحكام وقال أبو يوسف إن أمكنه أن يحضر مجلس القضاء ويعود إلى أهله في يومه فليس بعذر وإن لم يمكنه ذلك فهو عذر لأن البيتوتة في غير أهله ما شقة قال أبو الليثي وبه نأخذ قال فإن عد لهم شهود الفرع جاذا لأنهم من أهل التزكية ومثله لو شهد اثنان فذكى أحدهما الآخر جاذا ولا يكون ذلك تهمة في حقه حيث إنه سبب قابول قوله فإن العدل لا يتهم بمثله ألا ترى أنه لا يتهم في إقامة شهدته وإن سكتوا عنهم جاذا ويسأل القاضي عنهم عند أبي يوسف لأن الواجب عليهم النقل دون التعديل فإذا نقلوها يتعرف القاضي العدالة من غيرهم وقال محمد لا تقبلوا لأن الشهادة تعتمد العدالة فإذا ثكتوا صاروا شاكين فيما شهدوا به فلا تقبلوا قال وإذا أنكر شهود الأصل الشهادة لم تقبل شهادة الفرع لأن من شرطها التحميل وقد وقع التعارض فيه فلا يثبت بالشك ولو ارتد شاهد الأصل ثم أسلم لم تقبل شهادة الفرع لأن بالردة بطل الإشهاد ولو ردت شهادة الفرع لتوهمة في الأصل ثم تاب الأصل لم تقبل شهادة الأصل ولا الفرع لأن الفرع نقل شهادة الأصل فالمردود شهادة الأصل ويجوز شهادة الإبن على شهادة الأبي لأنه لا منفعة لأبيه في ذلك قال والتعريف يتم بذكر الجد أو الفخذ لأن التعريف لا بد منه ولا يحصل إلا بما ذكرنا لأن نسبة إلى القبيلة كبني تميم لا يحصل به التعريف لأنهم لا يحصلنا فلا بد من التعريف بالفخذ وهي القبيلة الخاصة وكذا ذكر الأبي لأن كثيرا ما يقع الاشتراك في اسم الإنسان واسم أبيه أما الاشتراك مع ذلك في اسم الجد فنادر فحصل به التعريف والنسبة إلى المصر والمحلة الكبيرة عامة لأنهم لا يحصلنا وإلى السكة الصغيرة خاصة باب الرجوع عن الشهادة الأصل فيه قول عبر رضي الله عنه في كتاب القاضي فلا يمنعك قضاء قضيته وراجعت فيه نثك وهديت فيه لرشدك أن تراجع فيه الحق فإن الحق قديم لا يبطل والرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل فكذلك الشاهد لأن المعنى يجمعهما لأن الرجوع عن الشهادة الباطلة رجوع من الباطل إلى الحق والرجوع قوله شاهدت بذور وما شابهه وأصل آخر أن الشاهد بشهادته تثبب إلى إطلاف المال على المشهود عليه بإخراجه من ملكه يدا وتصرفا فإن أزاله بغير عواض ضمن الجميع وإن كان بعواض إن كان مثلا له لا ضمان عليه وإن كان أقل منه ضمن النقصان والقاضي ملجأ إلى القضاء من جهة الشهود فلا يضاف الإطلاف إليه قال ولا يصح إلا في مجلس الحكم لأن الحاجة فيه إلى حكم الحاكم بمقتضى الرجوع فلابد من مجلس القاضي كما في الشهادة ولأنه توبة والشهادة جناية فيشترط استواؤهما في الجهر والإخفاء ولو أقام المشهود عليه البينة أنهما رجع لم تقبل ولا يحلفان فإن قال رجعت عند قاض آخر كان رجوعا مبتدأ عند القاضي قال فإن رجعوا قبل الحكم بها سقطت لأن الحق لا يثبت إلا بالقضاء والقضاء بالشهادة وقد تنقضت قال وبعده لم يفسق الحكم لأن الشهادة والرجوع عنها سواء في احتمال الصدق والكذب إلا أن الأولى ترجح بالقضاء فلا ينقض بالثاني قال وضمنوا ما أتلفوا بشهادتهم لإقرارهما بسبب الضمان على ما بيناه فلو شهدوا أنه قضاه دينه أو أبرأه منه فقوضي به ثم رجع ضمنا لممر قال فإن شهدوا بمال فقوضي به وأخذه المدعي ثم رجع ضمناه للمشهود عليه لوجود التسبب على وجه التعدي وأنه موجب للضمان كحافر البئر ولا وجه إلى تضمين المدعي لأن الحكم ماض ولا يضمن القاضي لما بيناه ولأن في تضمينه منع الناس عن تقلد القضاء خوفا من الضمان ولو شهد بعين ثم رجع ضمنا قيمتها قبضها المشهود له أو لم يقبضها لأنها ملكه بمجرد القضاء والدين لا يملكه إلا بالقبض قال فإن رجع أحدهما ضمنا نصفه والعبرة في الرجوع من بقي لا من رجع ألا ترى أنه إذا بقي من يقوم به الحق لا اعتبار برجوع من رجع وقد بقي هنا من يقوم بشهادته نصف الحق فيضمن الراجع النصف لأنه أتلفهم ولو كانوا ثلاثة فرجع واحد لا شيء عليه لبقاء من يبقى بشهادته جميع الحق فإن رجع آخر ضمنا نصف لما مر قال وإن شهد رجل وامرأتان فرجعت واحدة فعليها ربع المال وإن رجعت ضمنا نصفه شهد رجل وعشر نسوة ثم رجعوا فعلى الرجل السدس وعليهن خمسة أسداس وقال عليه النص وعليهن النص لأن النساء وإن كثرنا فهن ما قام رجل واحد لأنه لا يثبت بهن إلا نصف الحق ولأبي حنيفة أن كل امرأتين ما قام رجل قال عليه السلام عدلت شهادة كل اثنتين بشهادة رجل واحد فصار كشهادة ستة من الرجال ولو رجع النساء كلهن فعليهن النصف لما قلنا ولو رجع ثمان لا شيء عليهن ولو رجعت أخرى فعلى الراجعات الربع لما مره ولو رجع الرجل وثمان نسوة فعلى الرجل نصف الحقي ولا شيء على الرجعات لأنه باقي منهن من يقوم به نصف الحقي ولو شهد رجلان وامرأة ثم رجعوا فالضمان على الرجلين خاصة لأن الحق ثبت بهما دونها قال شهد بنكاح بأقل من مهر المثلي ثم رجع لا ضمان عليهما لأن المنافع غير متقومة إلا بالتمليك بالعقد والضمان يستدعي المماثلته وإنما يتقوم بالتمليك بالعقد إظهارا لخطر المحلي وإن كان بأكثر من مهر المثلي ضمن الزيادة للزوج لأنهما أتلفاها بغير عوض قالوا في الطلاق إن كان قبل الدخول ضمن نصف المهر لأنهما أكد ما كان على شرف السقوط وإن كان بعده لم يضمن لأن المهر تأكد بالدخول فلم يتلف شيئا شاهد بالطلاق وآخران أنه داخل بها ثم رجعوا ضمن شهود الدخول ثلاثة أربع المهر وشهود الطلاق ربعه لأن الفريقين اتفقوا على النصف فيكونوا على كل فريق ربعه وانفرد شهود الدخول بالنصف فينفردون بضمانه وفي الشهادة بالعدق يضمنان القيمة لأنهما أتلفا مالية العبد من غير عوض والولاء له لأن العدق لم يتحول إليهما فلا يتحول الولاء ولو شهد بالبعي ثم رجع ضمن القيمة للثمن لأنهما أتلف المبيع للثمن ولو شهد ببيع عبد ثم رجع بعد القضاء وقيمة العبد أكثر من الثمن ضمن الفضل ولو شهد بالتدبير ثم رجع ضمن ما نقصه التدبير قال وإذا رجع شهود القصاص ضمنوا الدياثة ولا قصاص عليهم لأنه لم يوجد القتل موشرة والتسبب لا يوجب القصاص كحافر البئر بخلاف الإكراه لأن المكره فيه مضطر إلى ذلك فإنه يؤثر حياته ولكذلك الولي فإنه مختار والاختيار يقطع التسبيب وإذا امتنع القصاص وجبت الدياث لأن القتل بغير حق لا يخلو عن أحد الموجبين ولو شاهد بالعفو عن القصاص ثم رجع لم يضمن لأن القصاص ليس بمال قال وإذا رجع شهود الفرع ضمنوا لأن التلف أوضيف إليهم فإنهم الذين ألجأوا القاضية إلى الحكم وإن رجع أصول الأصل وقالوا لم نشهد شهود الفرع لم يضمنوا لأنهم أنكروا التثبيب وهو الإشهاد والقضاء معض لأنه خبر محتمل ولو قالوا أشهدناهم وغلطنا فلا ضمن عليهم وقال محمد يضمنون لأن الفرع نقلوا شهادتهم فصار كأنهم حضروا ولهما أن القضاء واقع بما عاينه من الحجة وهي شهادة الفرع فيضاف إليهم ولو رجع الأصول والفرع جميعا فالضمن على الفرع عندهما لما بينا وعند محمد إن شاء ضمن الأصول لما مر له وإن شاء ضمن الفرع لما مر لهما والجهتان متغايرتان فلا يجمع بينهما قال ولا ضمان على شهود الإحصان لأن الإحصان شرط محضن والحكم يضاف إلى العلة لا إلى الشرط قال وإن رجع شهود اليمين وشهود الشرط فالضمان على شهود اليمين لأن السبب هو اليمين والتلف يضاف إلى بأن أثبت السبب دون الشرط فإن القاضي يقضي بشهادة شهود اليمين دون شهود الشرط وصورة المسألة شاهد شاهدان أنه علق عتق عبده أو طلاق امرأته بدخول الدار وشاهد شاهدان بالدخول والطلاق قبل الدخول تجيب قيمة العبد ونصف المهر على شهود التعليق لأنه السبب قال وإذا رجع المزكون ضمنوا وقال لا يضمنون لأنهم أثنوا على الشهود خيرا فصاروا كشهود الإحصان وله أن القاضية إنما يعملوا بالشهادة بالتزكية فهي علة العلة فيضاف الحكم إليها بخلاف شهود الإحصان لأنه شرط محضن